السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله سوف نتركوا الطريقة التي سنعتمد عليها هذا الموسم في عملية حضن البيض من طرف أنثى الحسون هذه هذه عمرات 3 سنوات وهي بكر أول موسم تزوج لها منعرش الكاركتر التحى من خلال حضن أولا تغذية على الفراخ بعدما تمت وضع آخر بيضة عندها ربع بيضات كما راكم ترون حضن وجدت نحيت لها البيض وكنت موجد قبل أنثى كاناري وضعت البيض أيضا يعني كان دي كاراج بيناتهم وللكاناري عندها سبع أيام حضن وأنثى الحسون عندها آخر بيضة تحى وجدت بدلت البيض بيناتهم يعني حطيت البيض على الحسونة عند الكانارية والأكس صحيح هذه الطريقة لكي نضمن سلامت البيض ثانيا ثانيا بعدما حطيت البيض على الكانارية عند الحسونة نرى الكاراكتر تحى أثناء عملية الحضن ثالثا نرى الكاراكتر تحى أثناء فقص البيض هل توكل فراخ تحى أم لا رابعا بعدما نحج الفراخ تحى الكانارية اللي راح اضنطهم الأنثى الحسون نرى الكاراكتر تحى ثانى وهذه كامل تجارب وامتحانات لهذه الأنثى يعني كل خطرنا نحط لكم امتحان ونرى النتيجة بإذن الله وإن شاء الله تصدقنا وراني امتيقا بالعملية هذه التنجح وكي يستعملوا أنثى الهاجين تحى الحسون يعني ثاني تكون حنينها بزف بلا ما نقصوا من الحنانات تحى أنثى الكاناري يعني سرح تطهل في البيض الحسون نحطيناه لها ربع بيضات وهذه أنثى الحسون ثانية حطينا لها ربع بيضات إن شاء الله كيف قص البيض نعودوا نحطوا فيديوهاته ونوثقوا هذه الأدلة منتاع الامتحان اللي راح نديروه للأنثى الحسون هذي طالوا في روحكم خاطئ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته